شنو مصلحة هذول الناس يوصلون الخطوط الجوية العراقية نوتفلس مثل ما قلتني هي شركة رابحة الخطوط الجوية العراقية هي عبارة عن منجم والذهب المن؟ إذا تستثمر بطريقة صحيحة فهي لكل العراقي والآن المن؟ قبل ما توقفون هاي الوقفة المن؟ اللي دي صير أنه تتخسخص الشركة يعني الإجراءات والتوجه اللي كان أنه أكو توجه الخسخصة الشركة تتنباع شوية شوية بلشت هذا الموضوع آخر شيء وأوضح شيء صار موضوع الخدمات الأرضية إحنا كشركة طيران والانقطاع اللي صار ما بين الواحد وتسعين للألفين وثلاثة حجم عدد الخبرات والطاقات الفنية اللي موجودة بالشركة إحنا صح عدنا عدد كبير من الموظفين بس بالمقابل ككولوتي يعني نوعية الموظفين وشهاداتهم يعني عدنا نقص بالخبرات اللي ممكن تدير الشركة بطريقة صحيحة فالتلازم تلتجئ للتعاقدات والشركات الدولية وعالمية بهذا المجال في سبيل أنه تعلي من مستوى الخدمات الفنية المقدمة بالشركة مانتكو وبالذات إحنا بصدد محاولة للعودة للأجواء الأوروبية فإحنا عدد نقدر نرجع للأجواء الأوروبية لازم نكون على مستوى من التقني جيد هذا السؤال دائما دائما أسمع كابتن علي شنو سبب خروج الخطوط الجوية العراقية من الأجواء الأوروبية مجموعة من المخالفات مثلا أبرزها أبرزها؟ نقص وثائق نعم نقص وثائق نقص وثائق نقص وثائق نعم إذا أقول لك خطوط الجوية العراقية ما يزيد عن 4000 رحلة زين بلشت كمساعد وصار لخمس سنين ككابتن قاعد طائرنا الفترة اللي من بلشنا نطير بها بأوروبا كان السيستم اللي موجود ونظام التوثيق اللي موجود على طائرات مالتنا جدا متعبان ومتهالك وما قدر اليوم أحد بي لأنه الناس اللي رجعوا طيارات الطير الأوروبا هما صاروا يعني كانوا سنين متوقفين عن الطيران وهي أمور استجدت هما كانوا بعيدين عن هذا المجال ما كان عندهم الخبرة والقدرة الفنية إنه يتابعون أمور الشركات البقية وشنو التطورات اللي صارت فهذا الشيء ظلت تسجل مخالفات عدة تراكمت سوء إدارة قسم السلامة الجوية هذاك الوقت وسوء إدارة قسم توكيد الجودة بالشركة الخطوط الجوية العراقية اللي كانوا يستلمون رسائل المخالفات من سلطة الطيران المدني الأوروبية اللي اسمها الإياسة وتحذيراتها وكان يتم تجاهل هذه الإيميالات وما كان يتم الرد عليها إلى أن وصلنا مرحلة ندخلنا